بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين قال الله في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول أمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلموا صدق الله العظيم سئل سلمان الفارسي عن هؤلاء الذين يفسدون في الأرض ويقولون عن أنفسهم أنهم من المصلحين قال هؤلاء أقوام سيأتون ما مضمونه أن هذه آية تتحدث عن أزمن قادمة وبعض الغواة أيضا نقلوا أنها تقصد المنافقين في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل حال هذه آية تخاطب كل مسلم في زمانه خاطبت المسلمين في أيام رسول الله وخاطبت المسلمين من تلك الأيام إلى أيامنا إلى آخر الحياة فهي تخاطبنا وبالتأكيد هي تخاطب كل الأجيال وتخاطب كل الذين فيهم هذه الصفات وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون اليوم هذه الظاهرة ظاهرة دولية عالمية إدعاء الإصلاح وعادة عادة لا تجد إنسان يقول أنا لست من أهل الخير لست مصلحا حتى أعتى المجرمين أعتى القتل أعتى القتل يقول أنا صاحب مشروعي خير نحن من المصلحين اليوم مجلس الأمن هو والأمم المتحدة مؤسسة دولية الكبرى المفترض فيها أن تكون هي ترعى الإصلاح البناء العدالة في الأرض لكن كلنا يعرف أنها مؤسسة للمفسدين والقتل والمجرمين يتآمرون على شعوب الأرض كل الأرض مآسي البشرية تأتي من هذه المجموعة المتحكمة في مجلس الأمن لكن إذا سألتهم بدون أن تسألهم هم يتحدثون نحن من قياس العدالة نحن من قياس الإصلاح نحن من قياس الإعمار وإلى النهاية إذا سألتهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون اليوم المؤسسات الدولية مؤسسة إصلاح مثلا هاي المؤسسات أضرب مثل متواضع هاي المؤسسات تحمل كيام الغاصب الصهيوني هذا في مجموعات من الناس جاءوا من هنا وهناك من كل تقريبا تستطيع أن تقول من أغلب دول العالم اجتمعوا في فلسطين قتلوا أهلها شردوهم إلى النهاية أليس هذا ظلما لا أنت معادل السامية أو أنت وأنت وأنت لا هذا هو الإفساد الإفساد الكبير اليوم ما يجري اليوم صبيحة هذا اليوم في القدس وكل يوم على مرأة من البشرية جميعا يضحكني عادة الإعلام الأمريكي الإعلام السلطة الأمريكية اللي هو يريد أن يكون متوازن متوازن بالقضية الفلسطينية مثلا في مشكلة مع غزة طائرات وصواريخ وقنابل وهدم بنايات وقتل أطفال وإلى النهاية ندعو لوقف العنف من الطرفين أي عنف من الطرفين لش في طرف تاني عنده عنف مثلا رمات الحجارة أو الآن بساحات المسجد الأقصى المصلي يعني لا يحمل بيده إلى القرآن الكريم على الطرفين أن يوقف العنف على السلطة هو متوازن يعني لا ها بحقهر في ظالم وفي مظلوم في قاتل وفي مقتول في معتدي وفي معتدة عليه في صاحب حقه في مبطل لكن هو مصلح أيضا إذا جئنا للدول العربية مثلا تسأل أبو الظبي أنتوا ليش عم تسوي علاقات مع الإسرائيليين أو تدعموا الصهاينا في مواقفهم واستلاءهم على أراضينا وقتلهم لأبنائنا لا نحن الهدف هو الخير الهدف هو الخير نحن نريد أن ننفع الفلسطينيين بعلاقاتنا مع الصهاينا أنتوا حتى هذه اللحظة تلاحظون مثلا نحن نحارب الإرهاب في سوريا سعودية والإمارات ومصر وكلها العالم مع إيران وحزب الله في لبنان والروسي والأمريكاني والإسرائيلي أيضا الصهيوني والأوروبي كلهم كانوا يحاربون الإرهاب داعش لكن أنا حينما أقول أنهم كانوا يمولون داعش بالمال وغير المال هؤلاء أبدا لا أحيد عن الحقيقة أبدا نعم كانوا يقتلون الشعب السوري نعم يقتلون المسلمين هذا الفيديو المنتشر بأيدي الناس اليوم كم في فيديو مثل هذا كم في قصة وقصة أعظم من هذه حفرة فيها الكثير من الجثث يلقى فيها الناس الأبرياء معصوبي العينين يطلق عليهم النار ثم تحرق الحفرة بمن فيها بالصدفة انتشر هذا الفيديو لكن فيك تسأل كم حفرة وكم مجزرة مرعبة وقعت في سوريا إيران مصلحة جاءت إلى سوريا للإصلاح الروسي جاء إلى سوريا للإصلاح الأمريكي جاء إلى سوريا للإصلاح حزب الله راح إلى سوريا للإصلاح كلهم راحوا مصلحين هل بشار هو مصلح هو يعني الرئيس السوري الحنون جدا على الشعب السوري كل هؤلاء يدعون الإصلاح وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنما نحن مصلحون هذه الآية تخاطبني وتخاطبك وتخاطب كل إنسان علينا أن نفتش عن الكذب المنافقين الكذب المنافقين في لبنان يفطر يفطر واسع إعلام باقون نبني فئة جماعة إيران في لبنان شعارهم في المعركة الانتخابية باقون نبني طبعا ونحن يعني هما كل هاي السنوات الماضية هما كانوا عم يبنوا ومسرين على البناء أنا ما مر في حياتي فجور وعهر أوقح من هذا خرب البلد دمر كل شيء لم يبقى شيء الناس في ويل عظيم ثم يقول باقون نبني بدل أن يعتذر مثلا يقول عفوا أنا ما كنت صادق معاكم أنا ما كنت وفي أنا ما كنت مخلص أنا غدرت بكم أنا تحلفت مع أعدائكم أنا خذلتكم يا أخي لا تقول هذا قل ما استطعت مثل ما قال صاحبك أبو جهنم قال منعوني قل منعوني بس ما حدا بيقدر يمنعك أنت بتقدر تمنع الناس أنت فرطت الباطل على الناس لا تستطيع أن تفرض الحق أنت أرغمت الناس على الفساد لا تستطيع أن ترغم الناس على الحق والعدالة والإصلاح لا باقون نبني تبهوا الناس اليوم في وضع مأساوي بالتمام والكمال لم يقى شيء بالبلد اللي بيأمل أن هذا البلد سينهض في ظل هذه الشراثم والعصابات المجرمة هو يعني ليس فقط واهم مخبول فعلا أنا مستغرب شو باقون نبني يعني أنت تكابر أنتو عم تقولوا نحن جزء من الفساد نحن أهملنا لا نحن عمرنا ماذا عمرت سؤال بسيط دعني منك أنا أسأل الأتباع الأزلام الذين سيقفون على أبواب الانتخابات ويصوتون أنت حترمي ورقة لمن لمن خرب البلد ودمروا وأفسدوا ويدعي الإصلاح هل هو هؤلاء وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون هؤلاء مصلحون باقون نبني ونصلح الآية تصيبهم بالصميم واقع بر شنيع أنت أيها المواطن إلى أين تذهب ممكن الشيعي بعض الأحيان أنه يا أخي إذا أنا ما انتخبتم حياكلوني الآخرون خب لا تنتخبوا نأخلوا انتخبوا انتخبوا أنت السنن انتخب واحد مصلح ويحميك أنت المسيح انتخب واحد مصلح ويحميك ضروري كلكم كل واحد عنده قرد تروح تنتخبوه لص تنتخبوه مخرب البلد إذا في شعب لازم يجي من هؤلاء كل الذين شاركوا في السلطة لازم يكون في منهم ولا واحد موجود اللي بينتخب هؤلاء إسحا يلوم حدا إسحا يقول آخ لأنه بيستحق حجر يكسر سنينه لأنه هو اللي سبب كل من انتخب هؤلاء هو المجرم هو القاتل هو هو للنهاي على كل أنا دعوت إذا تذكروا إلى مقاطعة الانتخابات مقاطعة ترشيحا وانتخابا بعلبك الهرمل صار في بعض الانسحابات هذه حسنة انسحابات يتمنى أن تكثر الانسحابات وخليه يبقى الفسد الباقون في الإعمار خليه يبقى وحدهم ينجحوا بالتزكية خليه ينجحوا بالتزكية لكن هناك تعليق اللي انسحبوا بتمنى يكونوا انسحبوا بس لأنهم حيكونوا شركاء في عملية تزوير وكذب هم تبرقوا منها بتمنى يكون كذلك لكن دعوة انه انا انسحبت لاني انسحبت من لائحة جعجع ومن لائحة القوات اللبنانية اللي لها علاقة بالاسرائيليين واللي بدت حارب المقاومة واللي بدت حارب المقاومة ما هذا كده انا اسأل بالالفين وخمسة مين اتحالف مع القوات مين اتحالف مع اعداء سلاح حزب الله مين اتحالف مع العملاء الصهاين حسن نصر الله حزب الله وخطابه الشهير واللوائحة نزلت عالارض اسم ابن حزب الله اسم ابن القوات مع بعضهم مش هيك نزلتوا ببعبدة يعني هذا باقوا هؤلاء لا تجر وباقوكم تجر طيب حكوا كلمة تانية فيها شوية يعني الكذب شوي مش مكشوف كتير مش احسن قولوا مثلا ان عنا فلوس كتير وفي ناس جعاني بالبقاع واصل للجوع الى التراقي وعم نشتري الناس بالمناسبة ذكرتني هذه الامور بكلام قاله لي قديما السيد حسن نصر الله قال لي انت كان ايام ثورة الجيع نحن عم ندافع عن الناس وعن المظلومين وشايفين البلد راح هذا البلد اللي اليوم نحن يومها بالصدفة او بغير صدفة مهم نحن كان نظرنا شوي بعيد رأينا القادم انه جاي البلد على البلد لازم نحمي الناس حاولنا نحمي الناس حاولنا نمنع الجوع حاولنا نعطي الالة الفساد مهم في احدى لقاءاتي ماو قال لي انت كتير يعني السيني ضهرك للبقاعيين انا ما عم بيحكي بقاعي وجنوبي وكذا بس هو استعمال الا عبارة كل واحد بالبقاع له ثمن عندي نفس النص نص الحرف كل واحد بالبقاع له ثمن عندي عب روحوا استقيلوا وعملوا اي شيء بس ما في داعي ما في داعي ما في داعي هذا الفاسد والمجموعة الفاسدة واران الفاسدة يعبث بنا لمعلومات الجميع الجريمة في لبنان النسبة الكبرى بتحملها تيار ايران في لبنان للأسف 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 حزب الله بات اليوم انه هو يقبض بالدولار وبالنسبية مرتاح على حسب الأصول هو يستخدم كآله مجرد مسلحين عصابة مسلحين يعملون ضد أهليهم وأبنائهم وأنفسهم وبلدهم ودينهم وقدسهم بس هما مجرد لأنهم يقبضوا مصاري من جهة هالجهة عم تنفه بأجندات والسلام عليكم أمر آخر بترابلوس يا عمي هؤلاء الناس اللي ركبوا بهالمركب ونزلوا بالبحر رايحين يشموا الهوى تاركين الجنة ورايحين مو مجوع الناس فهب منكم مش من قهرها وآلامها تركت البلد وراحت شو يعني هما قتلوا حالهم هما انتحروا شو يعني أطفال أطفال ونساء أطفال ونساء يصدمهم مركب الجيش هذا مو جيش هؤلاء قتل هؤلاء السفلة هذا مو جيش ثم نكلف المحكمة العسكرية العنين محكمة محكمة هاي 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 مغارة لصوص لا هذا أمر لا يمكن لا يمكن السكوت عليه هؤلاء قتلوا عن عمد شو لهذا انت افترض بأي صيغة طيب في أطفال في مكان يا أخي لا مجرمين ولا قتلوا كل من في الأمر جائعين رايحين على بلد يحتم لأنه نلقوا ورغيف خبز انت شو عم تعمل خب ما فيك انت رديتوا مطلوب تردهم ما فيك ترديتهم بعد خمس دايق بعد ساعة بتردهم بتحاور تصدمهم تقتلهم ثم تدعي بأنك انت بريء مثل قصة ما حدا حكى فيها قصة البترول المزوط اللي احترق بيعكاره وحرق العشرات مين بتحمل مسؤوليتهم هذا المزوط بإيد مين كان بإيدي جيش مين فلت الناس على البترول بعد ما أخد أخدوا حصتهم الجيش ثم فلتوا الناس هيك فوضى الجيش بتحمل مسؤوليتهم وين مين حاكم مين سأل مين قال ليش مين قال كيف سكوت طالما سكت سكت زعماء الشمال لو فيهم شارف أهل ترابلس هذا القرد اللي اسمه ميقاتي بيمنعه الفوت على ترابلس ما بيحمي أهله ما بيحمي ناسه هم عم يتصيّدوا الناس هون بيصيّدوها بالشوارع بيصيّدوها بالشوارع هذه الدولة من ساسها لرأسها فساد بفساد نحن بدنا جيش يحمينا ما بدنا جيش يقتلنا بدنا جيش يحمينا ما بدنا جيش يحرقنا بدنا جيش يحمينا ما بدنا جيش يغرقنا أيها الناخب أيها الناخب تحمل مسؤوليتك أمام الله وأمام أطفالك ونفسك ومستقبلك قبح الله من يبيع أطفاله بدولار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً لكم